بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فربي يسر وأعن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلل حياكم الله وإخواني المشاهدين وآخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جعله الله جل وعلا شهر مباركا وعاننا وإياكم على صيامه وقيامه وعلى العمل الصالح الذي يرضيه عنا إنه خير مسؤول وأسأله عز وجل أن يعز دينه أولياءه وأن يديم الأمنة والأمانة والاستقرار على جميع أوطان المسلمين وعلى هذا الوطن خاص إنه خير مسؤول قبل أن أبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة لعل بهذه المناسبة أتحدث عن شيء من فضائل هذا الشهر شهر رمضان هو سيد الشهور شهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله جل وعلا فكما أن الله فضل مكة على سائر البقاء وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كذلك فضل شهر رمضان على سائر الشهور هذا الشهر العظيم الذي تفتع فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجان هذا الشهر الفضيل فيه ليلة هي ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر الفضيل من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر من قام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر خصه الله جل وعلا من بين سائر الشهور بقوله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم لإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبي أضافه إلى ذاته العلية إضافة تشريف وإضافة تعظيم مثل ما فضل الكعبة قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قالوا بيت الله هذا الكعب بيت الله الكعب بيت الله ولذلك أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم كذلك شهر رمضان أو الصيام هو لله جل وعلا أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وإضافة تعظيم أيها الإخوة والأخوات شهر رمضان حقيقة فرصة العمر أن صح التعبير بل هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة خاصة لمن وفقه الله جل وعلا لإدراك هذا الشهر الفضيل كثير من الناس كانوا معنا في رمضان الماضي الآن بين يدي رحمة الله جل وعلا ولذلك العاقل الكيس الفطن اللبيب الذي يهتبه الفرصة هذا الشهر ويستغل هذا الشهر بنهاره وليله للأسف الشديد بعض الناس يظنوا أن شهر رمضان هو النهار فقط وأما الليل فيتهتك ويتساهل ويتكاسل وكذا لا رمضان كله شهر خير وبركة استودعه الله جل وعلا جملة من العبادات والطاعات حقيقي ينبغي لكل عاقل وفطن وممن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا أن يستغل كل لحظة من لحظات رمضان وأن يجتهد اجتهادا كبيرا وأن يجاهد نفسه فلا يذى بعد الشهر إلا وقد غفر له وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل مرة فقال له قل آمين 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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين من ضمنها باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له نعوذ بالله فيقول جبريل للنبي قل آمين فقلت آمين قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له كم من إنسان أدركه شهر الرحمة والبركة والخير فأصبح من المحرومين والعياذ بالله لماذا تساهل وتهاون وتكاسل وقضاء النهار بالنوم والليل بالسهر وتهتك ومعاصي وذنوب سبحان الله العظيم بينما كثير من الناس يخرج الشهر وقد رحمهم الله يخرج الشهر وهم مثل المولود الصغير بريء خالي من الذنوب نظيف ليس عليه خطيئة وهذا حقيقة الشهر شهر مجاهدة النفس كان لأم الأكابر حتى يتركون الخلطة مع الناس ويقولون هذا شهر القرآن الإمام مالك والشافعي وأحمد وقبلهم من الأم الأكابر ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم هذا شهر الفضل شهر الجود شهر الإحسان شهر الصدقة شهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبغي يكثر الإنسان من الختمات يكثر أيضا من قيام الليل أحببت في الحقيقة بأن أقدم هذه المقدمة بين يدي هذا الشهر الفضيل والذي سيكون غدا هو أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم هذا الشهر ورزقنا وإياكم الصيام والقيام وجعلنا الله وإياكم من المقبولين إنه خير مسؤول بالأمس الأخ نعم أم علي بالأمس من فرنسا قالت بأن زوجها أقرض شخصا مبلغ من المال مبلغ من المال تقول هل عليه زكاة؟ نعم يا أخت الفاضل إذا كان هذا المبلغ الذي أقرضه زوجك لرجل وهذا رجل يعني المبلغ عنده مضمون الرجوع مضمون الرجوع فيجب عليه أن يزكيه كل سنة على زوجك أن يزكيه كل سنة لأن هذا أشبه بالوديعة من حيث الزكاة طبعا وأما إذا كان هذا الشخص مفلس أو شخص مماطل أو جاحد لا ما يزكيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة بالنسبة للنصاب في الأورو يا أم علي بارك الله فيك هو تنظرين إلى سعر جرام الذهب كم سعر جرام الذهب عندكم في فرنسا فتضربين بـ 85 يطلع عندك النصاب بارك الله فيك سعر جرام الذهب بـ 85 بعض العلماء يقولون أيضا الفضة الفضة أيضا هي نصاب فيضرب مثلا سعر جرام الفضة بـ 595 ويطلع عندك الناتج بارك الله فيك الذي هو النصاب محمد من ليبي يقول صديقه ما دفع زكاة الفطر سنوات طويلة جدا ماذا عليه يا أخ الفاضل عليه التوبة والاستغفار يجب أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله لأنه ترك فرضا من الفراغ وواجب الواجبات يقول ابن عمر كما في الصيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على كل عبد وحر من المسلمين من الذكر والأنث ففرض أحد صيغ الوجوب فيجب إخراج زكاة الفطر على من كان قادرا في ليلة العيد على الصاع الذي يخصه أو يخص أولاده مثلا زيادة على النفق الواجب عليه أما إذا كان أنت ذكرت لي بالأمس بأنه شاك يقول ما أدري أخرجت أم لا الأصل أنه أخرج إذا الآن يقول والله أنا ما أدري سنوات ماضية هو أصرا كان يخرج فطرع عليه الشك لا يطرح الشك الشك مطروح في مثل هذه الحالة أما إذا والله هو أصرا مفرط وما يذكر أنه أخرج زكاة الفطر لا عليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله محمد أيضا من ليبي يقول هناك محطة تحلية في المسجد لتصفية الماء وتكريره يعني سقي أهل المسجد يقول هل يجوز للإنسان أن يعبئ منها ويأخذ للبيت لا يأخذ الفاضل ما يجوز الأصل أن هذه المكينة وهذه البرادة وهذا الماء ما وضع إلا لأهل المسجد فلا يجوز الإنسان أن ينقله إلى بيت إلا إذا كان سبيل وإذا كان أصرا صاحبها أذن للجميع سواء في المسجد أو خارج المسجد يأخذ ما في شيء أما إذا كان أصرا لأهل المسجد فقط فيقتصر عليه ولا تستعمل لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في سقي الزرع وإنما هي للشرب لأن أراد الأجر والثواب إنما هي للشرب بارك الله فيك طيب أم يوسف إن شاء الله برجع لك بإذن الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات أجيب على أسئلتك تفضلي أم سارة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤال ما رأي حضرتكم في الفتوى التي أفتبها المجلس العلم الأوروبي من خلال يجوز أخذ مال من فانكري باوي من أزل شراء البلد في المسلم الذي يتقوم في بلاد الهجع أو في بلاد الهجع القبر نعم وأيضا هناك سؤال آخر من فضلكم فيما يخص شراء بيت من 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 بنك هذا البنك ريباوي ولكن البيت هو في ملكية البنك وشراءه بالتقصد فمثلا لو أنا أعطيته المال نقدا ثمان البيت ستين ألف لو أعطيته المال متقطع في عشر سنوات هو ثمان وسبع الألف طيب يا عم سعر أبشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا برك الله وبركاته أي يعني أدفع فلوس ويعينوني وأنت أصلا مستحقة للتعيين لكنك ظلمت أي بلي شيخ يعني صالة تزع سنوات متخرجة طيب يا أم أحمد وأحنا متهجرين وعندي أربع أطفال عانكم الله عانكم الله نصركم الله طيب يا أم أحمد أبشر إن شاء الله فضرب عبد الله السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شهر مبارك علينا وعليكم على المسلمين الشيخنا بيام رمضان وكاد تغلبنا النومة يعني نفز من بعد الأذان يعني هذي جوزنا نتعدل قيامنا دولا يعني ما ننوي النية نناوين نحنا من أول رمضان نناوين النية بس وكاد بعض الأحيان استغلبنا النوم من بعد الأذان نفز ما نستحر ننوي بدون السحور لكن أنت مستحضر يا أبو عبد الله في قلبك أنك تصوم غدا إن شاء الله نعم طيب يا أبو عبد الله أبشر إن شاء الله وبعدين عندنا هنا بالفواتح المراكمة هنا بالأهواز عندنا أكو يصعد ملالي يغرون وغيره ونواحات وشعرات هذي يجوز بالفاتحة هذا ولا ميت هذي متى يا أبو عبد الله متى إذا مات الميت إذا مات الميت نعم وش يسوون ملا يصعد يغرى هنا عندنا مثل ما نقول خطيب أو غيره في المسجد يعني أبو المسجد أو بكان فاتحة إيه طيب يا أبو عبد الله أبشر 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 تفضلي سناء السلام عليكم شيخ وعليكم السلام رحمة الله يا شيخ ممكن أسألك ممكن تفضلي أنا قبل عشر سيام جتني الدورة الشهرية إيه الآن خلدوا أما المفاصل والتهابات فهذه هم نزلت يعني الدورة هل تعتبر دورة شهرية أم يعني خربطت فرمونات يعني جزي لي صومت إن شاء الله باكر سألت الطبيبة عن هذا الدم ما قالت لك لا لا بس ثانيا يعني من أخذ علاجي يعني جديد فتصر أندي خربطت لكن نفس مواصفات الدورة ها نعم نعم طيب يا سناء عندك سؤال ثاني سؤال ثاني عندنا مبلغ من المال يعني هو ورث أنطونيا أهلي يعني نصف الدين الجماعة ونصف الثاني إذا نصرف منه لنراتب زوجي قليل قال علي زكاة نص يعني الآن عندك المبلغ متنصف نصف عند الآخرين دين ونصف عندك ها نعم 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 يعني راتب زوجي قليل ده نصرف منه والرجعة يعني من يصر أدنى راجعة وبعدين نصرف منه من نحتاج فالعليا دين هو صال لتغير من ثلاث سنين يعني أدنى جوائديا يعني وبلغ النصاب ها ايه صال لتثلاث سنين يعني أدنى بس ممزكينا أو يعني لأن ده نصرف منه ده نطلع منه مصرف لكن مني يعني يصير زوجي يرجع لي صرف من عندك طيب يا سنة أبشر إن شاء الله أبشر نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة أم يوسف من إيران بالأمس طبعا يوسف ذكرت كانت بأن عندها بنت عمره 29 سنة وذكرت حلم والحلم طويل جدا لعل اللي تابعنا بالأمس سمع الرؤية يا أختي أم يوسف أولا أنا ما أعبر الرؤى هذه واحد والأمر الثاني البرنامج هذا طبعا من سياسته بأنه لا يعبر الرؤى ولا الأحلام الأمر الآخر فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرؤية يعني كما ذكرت أنت بأن ترتبت عليه إشكالات هنا ينبغي بل يجب عليك وعلى ابنتك أن البنت أن ترقي نفسها بالسمرار وأنت يا أخت الفاضل أن تكثر عليها من الرؤية خاصة وأنه حصل أثر بعدها فهذا الدليل على أن هذه الرؤية حق ولذلك أخت الفاضلة أكثر عليها من الرؤية قراءة القرآن والآيات آيات الرؤية والأوراد الشرعية وعليها أن تعتمد على الله وتفوض الأمر إلى الله وتتوكل على الله ولا تتوكل على غيره ولا ينصرف قلبها إلى غير الله وإن شاء الله مع الوقت ومع الصبر سيزول عنها ما تجد وما ابتليت به بإذن السميع العليم إذا كان قلبها فيه مليء بالاعتماد على الله وفي تفوض الأمر إلى الله جل وعلا وتكثر من الآيات وتعتقد بأن الشافي هو الله جل وعلا وأن هذه مجرد أسباب ستشفى بإذن الله أم يوسف تقول بأنها يعني الآن عمرها 57 سنة تقول قديما لما ولدت تقول ولد دم النفاس تقول انقطع بعد 15 يوم حس ما فهمت تقول أنا صمت 15 يوم الباقي يقول تقول الناس أنكروا عليه وقالوا لا يا أم يوسف إذا كنت تقولين بأنك ولدت واستمر معك الدم 15 يوم ثم انقطع الدم واقتسلت وكملت الصيام رمضان فعلك صحيح لأن النفاس بمجرد انقطاع الدم ولو بعد يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام بمجرد أن ينقطع الدم وترى المرأة الطهر والطهر تعرفه بأحد شيئين إما بالقصة البيضاء وهو سائل شفاف أبيض يخرج عقيبة الدم معروف تعرفه النساء وإما بالجفاف والنقاء الذي هو يوم ليلة تقريبا وبعده ما تنزل الدورة يجب عليك أن تصوم وتصلي لا كما يفعل بعض النساء الجاهلات هدان الله وإياهن ترى الطهر تقول لا لازم أكمل إلى أربعين يوم هذا غلط هذا جناية تجني على نفسها المرأة إلى أربعين يقول العلم هذا أقصى شيء إذا استمر معه الدم إلى أربعين يقولون تغتسل بعد ذلك وما نزل يسمون استحاضة مع أنني أنا أفتي بأن الدم ما دام متصل حتى لو زاد على الأربعين فهو دم نفاس وهذا قول له عليه جمع كبير من العلماء فالمقصود يا أخت الفاضلة إذا كان هذا اللي فعلتي فهذا صح أنت تقولين قضيتي هذه الأيام نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والثواب وميوسف تقول عندها بنت عمرها 18 سنة وجابت مولوده فجأة وفيت يعني تسأل هي مسكينة تقول يعني ما العمل يا أخت الفاضلة يا أم يوسف بارك الله فيك أنا وأنت وجميع الخلق ودائع نحن ودائع عند الله جل وعلا والله جل وعلا يأخذ أمانت ويأخذ وديعت متى شاء لا نعترض على حكم الله جل وعلا ليش يعني عمره 18 يختلف عنه عمره مثلا عشر سنوات أو سنة أو هذا دائما نسألون والله جنين عمره 14 أشهر أخذ الله أمانت اللي عمره سنة يأخذ الله أمانت اللي عمره 100 سنة اللي عمره 18 و 19 و 20 الآن العالم مليء بالعبر ناس قوافل الموت إلى الدار الآخرة كل يوم ألوان أشكال هذا الكبير وهذا الصغير وهذا الذكر وهذا الأنثى وهذا الغني وهذا الفقير وهذا المطيع وهذا العاصي وهذا المسلم وهذا الكاثر عجائب عجائب فيه أخذ الفاضلة وسع صدرك و قولي آمنت بالله صحيح المسألة مو بسهلة مو بسهلة أن الواحد يموت لابن أو بنت يحبهم و كذا مو بسهل الأمر هذا لكن وين الإيمان وين الرضا بالقدر وين الإيمان بالقدر لابد هذا موطنه بعض الناس يقول الله الحمد لله مؤمن و كذا لكن لما يجي يعني فعلا المحك هنا ينكشف الإنسان ينكشف الإنسان فلابد الإنسان يقول الحمد لله على قضاءه مثل ما قلت لك أنا و أنت و الجميع أمانات نحن ودائع و في يوم لا بد أن تسترد الوداء نحن وما نملك كلنا أمان الدنيا كلها بيد الله جل وعلا لا يسأل ربنا عما يفعل و نحن الذين نسأل بين يديه جل وعلا فيأخذ الفاضل احتسب الأجر و الله لو اجتمع من في أقطارها على أن يرد ابنتك ما استطاع و لو صرفت أموال الدنيا كلها و يقول جل وعلا فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون و يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت و يقول جل وعلا كل من عليها فان و إذا أردت أن تتسلي و ينشرح صدرك و ترتاحين اذكري محمدا صلى الله عليه وسلم الذي مات و يقول عليه الصلاة و السلام من أراد أن يتسلى بمصيبته فليذكر مصيبته في اصبر لكل مصيبة و تجلدي و اعلم بأن المرأة غير مخلدي و إذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بنبي محمدي حقها عليك يا أخت الفاضلة الآن تكثرين لها من الدعاء من الصدقة إذا كان عندك شيء و الحمد لله هي بين يدي الله جل وعلا أم سارة تسأل تقول هناك فتوى لبعض المجالس العلمية بجواز أفتوى المسلمين بجواز أخذ الربا للشراء منزل حسب ما ذكرت في أوروبا يا أخت الفاضلة الربا ربا الربا ربا و الله جل وعلا يمحق الله الربا و يربي الصدقات و ربنا جل وعلا حذر من الربا و من أكله و بيّن جل وعلا أن أكلت الربا يأتون يوم القيامة يتخبطون كما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع بثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا قال قتاد و غيره يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق مجنونا يخنق و النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكلت الربا كيف أن الله تعالى يعذبهم في الحياة البرزخية حينما يرمون في نهر من دم عبيط أحمر قاني فيصبح في هذا الدم و العياذ بالله ثم يحاول أن يخرج و إذا برجل على شاطئ النهر هذا إذا جاء فغرفاه فتع فهم ثم ألقمه حجارة ثم يقذفه في هذا النهر قال النساء الله سبحان الله يقول لجبريل أو للملائكة سبحان الله ما هذا قالوا هذا آكل الربا و هذا ملك موكل بتعذيبه إلى قيام الساعة نسأل الله العافية و السلام فيا أختي الفاضلة هذا الكلام طبعا مصادب للنصوص الشرعية و بعض الفقهة في قول لي بعض الفقهة بأنه يجوز الربا في دار الحرب دار الحرب غير دار الأمان و العهد و غير دار التي بيننا و بين الناس و هذا قول غاية في السقوط يعني قول ضعيف جمهور الخلف و السلف و الأئمة الثلاثة كلهم على منع الربا بين المسلمين و بين المسلمين و غيرهم هذا القول حتى هذا القول لا ينسجم على الوضع الذي أنتم فيه لأنه بين المسلمين و بين الدول الأوروبية هذه صداقة و بينهم عهود و مواثيق و كذا كيف تستحلون الربا كيف يقول لك مثلا أنت تأخذني الربا فيا أخت الفاضل الحق و أبلج و واضح فاتقوا الله في أنفسكم ممكن للضرورة الضرورة ما هي التي ذكرها العلماء هي إذا لم يتناول الإنسان هذا الشيء مات هذه الضرورة التي و للأسف الشديد الآن استخدمها بعض الناس و راكبوها و استعملوها في أشياء هي من الحاجيات أو من التكمليات و التحسينيات الضرورة هي حالة يصل فيها الإنسان إذا لم يمت عفوا إذا لم تناول هذا المحرم مات و لذلك أحل الله الميتة للمضطر هذه الضرورة أما وضعكم ممكن تستعجروا ممكن كذا ممكن كذا أما هذا الأمر فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم على المنع بارك الله فيك كذلك يا أختي أم سارة كذلك اللي ذكرته الآن ما يتعلق بقضية شراء البيت من البنك بالأقصاط الربوية هذا طبعا إذا كنت والله أشتري بيت من بنك ربوي أو يبيع عليه ما فيها شيء لأن هذا البيت مو بحرام بالنسبة لك أنت لكن تشترينا بأقصاط شهرية لكن الأفضل أن تشتري من غيره لأن هذا فيه إعانة والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن احتجت ما فيها شيء تشترينا أنت بمالك مثلا هذا البيت ما تشتري مثلا نفس البنك هو الذي يمولك مثلا أو يقرضك قرضا ربويا ثم تبدأ فيه الفوائد يا أم سارة طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله حياكم الله من جديد الأخ سليم من الجزائر يقول الوالدة تسأل بالنسبة للمراهم هي تحتاج إلى وضع المراهم هل تؤثر على الصيام؟ لا يا أخي الفاضل بالنسبة لوضع الإنسان الصائم سواء كان ذكرا أم أنثى المراهم على بدنه أو أي شيء من المرطبات حتى لو كان على سبيل يعني تزيّن مثلا ما في حرج ولو وجد طعمه في لسانه فأخبر الوالدة بأن يجوز لها أن تستعمل المراهم الطبية وغيرها على الجل بارك الله فيك أم محمد من العراق تقول بي أنا متخرجة من تسع سنوات والآن مهجرة وللأسف ولم تتوظف يعني تقول تسع سنوات تخرج من الكليا وما توظفت ولا أستطيع إلا عن طريق دفع مال معي تقول هذا حقي يعني هذا حقي المشروع لكني ظلمت بمثل هذا الأمر يوم محمد إذا كان الحال كما ذكرتي و وصفتي فيجوز لك أن تستخلصي حقك بدفع مبلغ من المال فبالنسبة لك يجوز وبالنسبة عليهم حرام الذي يأخذ هذا المال إنما يأخذ جمرا والعياذ بالله ويأخذ سحتا ويأكل حراما نسأل الله العافية والسلام أما أنت فبذلت جهدك وما استطعت وأن غلقت الأبواب أمامك إلا هذا الطريق إلا هذا الطريق وهذا حق تعتقدين بأنك ما تقدمين على أحد من الناس حق ظلمت تسع سنوات ولك الحق وحرمت حتى تدفعين فإذا دفعت ما عليك شيء مثل هذا الصورة والإثم عليهم أبو عبد الله من إيران يقول أحيانا يغلبنا النوم فلا نستيقظ إلا بعد أذان الصبح يقول بالنسبة للنية هو ذكر بأنه الحمد لله ناوي يا أبو عبد الله طبعا أنا أنصى إخواني الذين يشاهدونني بأنهم ينوون من أول رمضان أن يصوموا رمضانا كاملا لأن هناك قول لبعض العلماء بأن رمضان تكفيه نية واحد لأنه عبادة واحدة متتابعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وهذا عمل واحد فيه التتابع إلا إذا قطعه بسفر أو بمرض أو امرأة حاضة فإنه لا بد من استئناف النية لا بد من أن ينوي مجددا بعدما يعني تطهر المرأة أو يقيم المسافر أو يشفى المريض فيبدأ باستئناف النية يعني ابتداء النية فيا أخي الفاضل هذه النية اللي الحمد أنت قد بيتتها الإنسان يبيت النية ليس شرطا أن تلفظ بل التلفظ بدعة وإنما في القلب أن تعيش رمضانا الآن وإنت قبل النوم ناوي تقول إن شاء الله غدا صيام في قلبك تتذكر بكرة الصيام هذه النية بارك الله فيك 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 هذا الأمر ولا تشغل بالك في قضية والله نويت أو ما نويت طيب نأخذ هذه المجموعة فضلي أمت الله أيها فضلي عندي ثلاثة سؤالات يا شيخ فضلي وعليكم السلام نسألك يا شيخ عندني لما فرج بني جمعني وراجلي وقبل الدورة يعني ما نعرفش الدورة هي تخرت عليها شوية قاعد لموعد نتاحها فضلي تخرت عليها تسمع فيها يا شيخ هي أسمع تفضلي تخرت عليها المام الدورة وصار بنا جمع ولما جمعت يعني انضلت عليها الدورة بعدين أكي أخت الفاضل أنت الآن تأخرت عليك الدورة هي الدورة قاعد موعدها ما وصلش يعني لا مش تأخير الموعد قاعده ما وصلش طيب وصار بناتنا جمع أنا حسبت الموعد قاعد نزال شوية ليه تلثيام ولا أربع قاعد وصار جمع بناتنا وين وين تخشيت لحمامة حشاب قاعدت الدورة نزل علي وين السؤال الثاني عندي شيخ أخوي يعني دي ما لما نخطبونا هو كبير في السن خمسة واردعين سنة لما قلونا لمشو نخطبو نخطبونا المرأة ولكن ولكن لما نخطبونا كان المرأة واسبت هو يترك ولمشو نتقدمو يعني وخلاص يصير الخطبة يقول لاني لا ما صارش طيب شكرا أهلا وسهلا أختي قضل عائشة عائشة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال مرحبا أختي يا شيخ أنا مسافرة ألمانية مع والبتي بعلاجها ايه لكن وقت النهار ويغيب الشمس مجرد أربع ساعات فهل يجوز الأقضي الصيامي عندما أرجع إلى البلاد لم أقدر أن أصوه كم قاعدين هناك والله ممكن شهر ايه طيب يا عائشة طبيعي مش محدد لأنه في المستشفى مع والبتي طيب أبشر يا عائشة أبشر أبشر نشكر فضل جاسم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بروك عليكم الشهر شهر مبارك علينا وعليك علي المسلمين الله عندي سأل يا شيخ فضل اخوي أنا عندي زوجتي حامل ايه وعليها سبع شهور والطبيب الأخصائي ما لها عاطنها أدوية وإبر الصف لازم تضرب وفي الليل تضرب وعندها نقصان في الدم ايه يعني ما تقدر تترك هذا الدوع والإبر لأنه تكمل تسع شهور بعد ما تولد الحين الصوام كيف يكون عليها أبشر يا جاسم أبشر سؤال ثاني شكور يا شيخ عندك سؤال ثاني لا لا مشكور يا شيخ تسمع الجواب أبشر فضل أي من رمضان عليكم السلام رحمة الله الله عليك شهر 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 مبارك علينا وعليك سيخ عبدنا نحن نحن شهر رمضان ايه شهر شهر الانتحان الأخطى المقروض تفطر في الامتحانات لا تفضلي معارف عليكم السلام ورحمة الله شهر مبارك علينا وعليكم على المسلمين يا رب اقول يا شيخ انا كنت تفضلي يختي تفضلي انا كنت عمري 12 سنة ولا 13 ما تذكر الظغيرة كنت اضغيها الصوم بس كان عمي ما يخليني ما يخليني يقول انت الظغيرة لصومين وما صمت كنت عمري 14 عام ما صامت احنو عيني علي صيام ولا لا وعلي صيام الى 14 سنة ما صمت عمرك 14 ها ايه بس 14 14 يعني انا احظى الصوم بس كان عمي ما يخليني يقول انت الظغير لصومين وكنت بالغة لا ما كنت بالغة لا لا ما تنزل عليك متى بلغتي خمسة عشر يعني يوم صرت خمسة عشر صمت ايه صامت الحمد لله طي يعني قبل ما صامت مرحبا يوم عارف مرحبا يوم عارف مرحبا يوم عيما السلام عليكم شيخ وعليكم السلام وبركاته الله يخليك شكرا شيخنا السؤال الاول عندي بالنسبة للجنين يعني سقط عندي بالثلاث شهر ونص فهلا هذا يعتبر يعني بالنسبة لي يعني يعني يشفع علي بيوم القيامة إن شاء الله طيب طيب سؤال الثاني شيخنا سؤال الثاني شيخنا آني أقيم الليل آآ ساعد يعني داعش رقعة آآ شيفا والوتر داعش رقعة آآ بالسماعاش بالليل لأنه ما أقدر يعني يغلل من النوم قبل الفجر فمرات قبل الفجر أسحى أصلي رقعتين أو أربعة ومرات ما أصليها أقعد رأسا على صلاة الفجر فهل يعني إذا صليتها داعش رقعة قبل المنام أكون حقاقت آآني أجل قيام الليل طيب يا مايما أبشر ان شاء الله شؤال الله شيخنا أنا مراتي يعني عندي ألم وبظاهر مسوي عملية وشسمي ما أقدر يعني السجد السجود ما تكون يعني على الهواء فبأثنة يعني مراتي يعلمني ظهري أو أكون مجهودة جدا فبالسجود ما أدعي مرات يعني مو أثر المرات وشسمي يكون دعائي بعد يعني بعد الصلاة فهي علي يا إسم لولا طيب يا معيمان أبشر إن شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة يقول أبو عبد الله طبعا من إيران يقول عندنا بعض الناس يعني قال ملالي أو شي يقول إذا حصل عندهم وفايقوا مونفى يقرؤون وينوحون وكذا وكذا يا أبو عبد الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أكمل إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهدي رسلم أكمل الهدي وأجمل الهدي وأحسن الهدي وأعظم الهدي ولا يجوز الإنسان أبدا أن يخرج عن خط متابعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله باتباعه وطاعته ولذلك ليس هناك أمر كثرت فيه البدع مثل قضية الجنائز أفضع أفضع البدع موجودة في الجنائز نسأل الله العافية والسلام وكلها مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومضادة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل ماذا كان يفعل هل يقيم مأتم هل يقول تعالوا اقرأوا القرآن ما فعل هذا أبدا عليه الصلاة والسلام وإنما كان يأتي الشخص فيعزيه يقول اصبر واحتسب أو يقول مرأ اصبري واحتسبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى وكان يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار وكان يقول اللهم اغفر لي فلان اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم اخلف في عقبه في الغابرين وكان يدعو اللهم وسع له في قبره ونور له فيه هكذا كان النبي سلم كان يقول اصنعوا لآل فلان طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم ما كان هذه الصجة والضجة والنياح وكذا هذا كله مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام بل إن النائحة التي تأتي هذه فتبيع شجوها فتبيع دمعتها بحزن غيرها لأن تتكسب المال قال النائحة تبعث أو تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله يعني تلبس ثياب من النار بل من قطران الذي هو الزفت هذا يسمونه الزفت ويسمونه الإسفلت تلبس والعياذ بالله النائحة من قطران يعني والعياذ بالله تقطع لها ثياب من نار من حميم من أشد أنواع العذاب لماذا؟ لأن هذه النائحة تعترض على قدر الله هي لما تلطم وتنوح وتقول عبارات هي قصدها المال فهي كأنها تقول لها أن موت هذا خطأ يعني كأنها تعترض على الله جل وأن الله عز وجل عادل نعوذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبير ولذلك استحقت مثل هذا العذاب فيا أخي الفاضل ليس هناك في شريعتنا شيء هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ما كان يعقد مجالس لقراءة القرآن ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن على موتاكم بل كان يقول ادعوا لموتاكم تصدقوا عن موتاكم صلوا الرحم التي لا توصل إلا بهؤلاء الموتى الذين ماتوا لكم أكرموا صديقاء هذا الميت من الأب والأم هذا الذي كان يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما يصعد على المنارة أو يصعد على مكان ثم يبدأ يقرأ وينوح ويأتي بكذا هذا كله مما بل هذا من النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وهذا الحديث أشكل على العلماء فقال بعض العلماء هذا الميت الذي يوصي يقول إذا مت قال أقيموا لي مأتم إذا مت أقيموا لي نائحة إذا مت انعوني عند الناس مثل ما كان أهل الجاهلية ينعون مثل ما قال يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وفعلي كذا وكذا يا ابنة معبدي أو كما يعني ورد في الأشعار كانوا يوصون بهذا ولذلك كل من رضي وأوصى بمثل هذا يعذب بكل دمعة يسكبها الأهل يعذب بها نسأل الله العافية والسلام في أخي الفاضل هذا من الأمور المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمل الرجوع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمل الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام والله إنه مظل آمنة هدي النبي مظل آمنة وفيه راحة وطمأنينة وسكينة لماذا؟ لأن الله هو الذي أوحى إليه فارجعوا إلى هدي اقرأوا في سيرته اقرأوا في سيرة النبي وكيف هذه عندنا دوونا السنة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجا والموطأ موطأ مالك والطبراني وغيرها من الكتب عندنا كتب السيرة سيرة بن هشام وسيرة زاد المعاد وغيرها من الكتب العظيمة التي شرحت حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليس في قضية الجنائز فقط بل في كل حالة من حالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة من العراق تقول قبل عشرة أيام جاءتها الدورة تقول أخذ دواء مفاصل ونزل الدورة علي مرة ثانية سنة بارك الله فيك إذا كان نفس مواصفات الدورة وهو الدم الأسود الثخين الذي ينزل ولا يتجلط الكريه الرائحة فهذه دورة حتى لو بعد عشرة أيام دورة تكون بارك الله فيك امتنعي عن الصلاة وعن الصيام ثم يقضي الصيام ولا تقضينا الصلاة سنة تقول عندها مبلغ ورثته من المال نصفه دين ونصفه عندنا تقول نحن زوجي راتبة تقول زوجها راتبة ضعيف تقول زوجها راتبة ضعيف نصرف من هذا ثم يرد زوجي المبلغ في هذا المال يا أخت الفاضلة هذا ما لا علاقة في قضية نفقة زوجك أو كذا هذا المال الذي ورثته إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري يجب عليك أن تزكينه كل سنة هذا حق الله جل وعلا تخرجيه ربع العشر تضربين هذا المبلغ تقسمينه على أربعين يطلع عندك الزكاة بارك الله فيك وينبغي لك أن تشغلي هذا المال استثمريه حتى لا تأكله الصدق استثمريه بتجارة بأسهم مباحة بشيء من هذا القبيل أمث الله من ليبيا تقول قبل الدورة الشهرية يعني تقول بأنها يعني ما شعرت بها وحصل جماع بينها وبين زوجها ولما ذهبت إلى دورة المياه وجدت الدورة قد نزلت وهي ما تعلم عنها ماذا عليك ما عليك شيئا أختي أمث الله لأنك أنت غير قاص تبارك الله فيك هو يحرم على الإنسان أن يجامع زوجته وإذا كانت حائضة يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أما أنت ما كنت تعلمين زوجك ما يعلم ما عليكم شيئا بارك الله فيك أمث الله تقول أخوها كلما نخطبله عمره خمسة واربعين سنة كلما نذهب نخطبله وكذا هو الذي يترك هو الذي يترك هذا العام يا أختي الفاضلة يعني أخوك الآن بين وإما حالة طبية قد يكون عنده عجز يخفي هذا العجز عنكم فلا يحب أن يحرج نفسه أمامكم ولذلك عند آخر خطوة ينسحب وإما مسألة روحية مسألة ممكن أن تكون وراء الأسباب العادية فهذه تحتاج إلى رقية بارك الله فيك عرضوه على إنسان راقي إنسان متبع للسنة يقرأ عليه مثلا قد يكون هناك عين أو سحر أو حسد أو شيء من هذا القبيل عائشة من ألمانيا تقول بأن مسافرة مع الوالدة للعلاج تقول النهار طويل جدا الليل أربع ساعات فقط تقول لي هل أفطر ثم أقضي يا عائشة أسأل الله أن يعافي الوالدة وتردون إن شاء الله بالسلامة ما في بأس أنت مسافرة وما تدري ما تترجعين طبعا الوالدة تفطر لأن مريضة ومسافرة أنت كذلك لك الفطر لكن جرب يا عائشة جرب بكرة صومي غدا إن والله تعبتي وصل الحال فيك إنك تتعبين افطري والحمد لله تقديم يوم آخر إن قويتي على الصيام وشفتي ما شاء الله الأمور طيبة وأن الله عز وجل يمدك بعونة وتوفيق وأنت يخلصت النية كم لي صيامك والله يبارك لك جاسم من إيران يقول زوجتا حامل ويعني في شهر السابع والطبيب أعطاها يعطيها إبرة في النهار وإبرة في الليل وعندها نقص في الدم وكذا ماذا علي يا أخي الفاضل تفطر زوجتك هذه اللي سبع أشهر الآن حامل في الشهر السابع ومريضة مسكينة هذه تفطر بارك الله فيك بإجماع العلماء على جواز فطر الحامل تفطر بارك الله فيك وهذه لا بد أن تأكل وتشرب وتأخذ الأدوية وبعدين إن شاء الله إذا وضعت الحامل وطلعت من النفاس وحصلها تصوم تصوم بعد ذلك الحمد تقضي هذه الأيام ومع لها شيء الله رخص لها يا أخوي جاسم أي من ليبي يقول عندنا امتحانات هل للإنسان أن يغش في النهار رمضان ما يجوز يا أخي الغش لا في رمضان ولا في شوال ولا في الحج ولا في أي شهر ولا في حال العسر ولا اليسر ما يجوز يقول إن يسلم من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا طبعا الغش ما يفطر يعني بالنسبة للصوم الصوم صحيح لكن الغش محرم يا أخي الفاضل خاصة أنت متلبس بعبادة اسمها الصيام يقول تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي كيف ترضى أن تغش وأنت متعبد لله متدين متأله لله تقرب إلى الله بهذه العبادة ما يليغ ولذلك أترك شيء اسم غش وبعدين أذكر لك شيء وهو أن الذي ينال هذه الشهادات عن طريق الغش يقول العلماء أن جزء من راتبه سيكون شيء محرم العياذ بالله كيف ترضى أن تأخذ راتب في يوم الأيام عن طريق شهادة حصلتها بالغش وتأخذ على ذلك أموال هذا ما يجوز يا أخي أي منه أترك شيء اسمه غش في رمضان وغير رمضان بارك الله فيك أم عارف من إيران تقول بأنه لما كان عمرها 12 أو 13 سنة كان عمها يمنعها من الصيام يخاف عليها تقول الحمد لله لما بلغت صمت ماذا علي؟ ما عليك شيء الصوم غير البالغ سنة في حقه مو بواجب صوم غير البالغ سنة في حقه فأنت كنت صغيرة وعمك يخاف عليك مع أنه كان الواجب يدربك على الصوم أهم شيء أنك بلغت أهم شيء أنك صمت لما بلغت فما دم أنك صمت أثناء بلوغك الحمد لله لأن هذا واجب عليك أم أيمن أم أيمن باقي عندنا العراق لا لا خلاص خلاص جاوبت اي نعم لا لا جاوبت أم أيمن بارك الله فيك من العراق لأن انتهى الوقت الله يحفظكم إن شاء الله غدا أجيبك طبعا غدا سيكون وقت البرنامج الخامس والنص بتوقيت الإمارات الخامس والنص بتوقيت الإمارات الرابعة والنص بتوقيت مكة المكرم ألتقيكم غدا بإذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله